الفيديو ده اكلمكو فعلا الاختلافات ما بين شاشة سامسونج الكيو تمانين سي بتاعت السنة دي الفين تلاتة وعشرين والكيو تمانين بيي بتاعت السنة اللي فاتت الفين اتنين وعشرين طبعا كان فيه اكتر من فيديو قبل كده عملته عن الاختلافات ما بين موديلات السنة دي زي الكيو ستين سي والسبعين سي والتمانين سي. فتقدر تشوف الفيديوهات دي من الروابط اللي هسبح لك في اول تعليق أو خد لفة يعني كده في القناة هتلاقي في فيديوهات لكل الشاشات دي. ولكن كالعادة يا ريت قبل ما ابتدي ما تنساش تدوس لايك للفيديو وتشترك في القناة لو لسه مشتركتش علشان وصل لك كل جديد من محتاج قناة وتفتكش اي فيديوهات جديدة. ويا ريت ما تنساش دعم القناة عن طريقة او شكرا من الزرار بتاع اللي هتلاقي موجود تحت الفيديو. طبعا الشات سامسونج الكيو تامانين سي والكيو تامانين بي بيعتبروا اعلى الشات في الشات سامسونج من الفئة المتوسطة اللي هي فئة لان زي ما انت فاهم ان الشات سامسونج بتكون متقسمة الاربع فئات الفئة بتاعت ودي الفئة اللي بتكون يعني الفئة الاقتصادية او ارخص الشات عن سامسونج والفئة التانية اللي هي الفئة المتوسطة فئة الشات والفئة بتاعت اللي هي الفئة بتاعت الشاشات اللي بتشتغل بتكنولوجيا الاضاءة الخلفية والفئة بتاعت الشاشات او زي الاس خمسة وتسعين سي او الاس تسعين سي. وبرضا هتلاقي فيه فيديو قبل كده اتكلمت فيه بشكل مفصل اكتر عن كل تكنولوجي ومميزات وعيوب كل تكنولوجي. وموديل الكيو تمانين سي بيكون متوفر عالميا بمقاسات بتبتدي من الخمسين بوصة لحد الخمسة وتمانين بوصة. ولكن في مصر وفي اغلب الدول العربية بيكون متوفر بتلت مقاسات فقط هما الخمسة وخمسين والخمسة وستين والخمسة وسبعين بوصة. وسعر مقاسة الخمسة وستين بوصة سبعة تلاف ريال سعودي او اربعة وتلاتين الف جنيه مصري او حوالي الف وتلتمية دولار امريكي. اما موديل السنة اللي فاتت الكيو تمانين بي فبيكون برضو عالميا متوفر بمقاسات بتبتدي من الخمسين بوصة لحد الخمسة وتمانين بوصة. ولكن في مصر وفي اغلب الدول العربية بيكون برضو متوفر بتلت مقاسات اللي هما الخمسة وخمسين والخمسة وستين والخمسة وسبعين بوصة. وسعر مقاس الخمسة وستين بوصة هو تتصوير الفيديو على موقع امازون السعودية كان ستلاف وسبعمية ريال سعودي ولكن معمول عليها عرض حاليا وسعرها اربعة تلاف وخمسمية ريال سعودي. وفي مصر سعرها تمانية وعشرين الف وخمسمية جنيه مصري او حوالي الف دولار امريك. يعني هتلاحز ان فرق السعر من بين الموديل السندي وموديل السنة اللي فاتت في مقاس الخمسة وستين بوصة بيكون في حدود الخمسة تلاف وخمسمية جنيه مصري او الالفين وخمسونية ريال سعودي. فالفعلا الموديل السندي استحق انك تدفع في خمسة تلاف وخمسمية جنيه زيادة ولا لأ? فتابع معي الفيديو للاخر عشان لما تعرف الفرق في المواصفات ما بين الموديل بتاع السندي وموديل السنة اللي فاتت انت بنفسك هتقدر ازا كان الموديل بتاع السندي يستحق انك تدفع فيه الفلوس الزيادة دي ولا لأ? واول حاجة على مستوى التصميم الخارجية هتلاقي ان الشاشتين بيجوا بنفس التصميم اللي بيكون او بدون حواف من الاربع جوانب ولكن الاختلاف الجوهري هنا هيكون في شكل اللي هتلاقي فيه ان موديل بيجي بشكل مختلف شوية السندي وبيكون بالرجل اللي شكلها سداسي مش بالرجل المستطيلة او الرجل المربعة بتاعت السنة اللي فاتت. كمان هتلاحز ان موديل السنة دي الرجل بتاعت بتيجي بنفس اللون بتاع الخارجي للشاشة اللي هو اللون الفضي. على عكس موديل السنة اللي كانت رجل الستاند فيه بتيجي بلون رمادي غامق مش باللون الفضي بتاع الفريم الخارجي للشاشة. فعلى مستوى التصمير الخارجي مش هيكون فيه فرق كبير ما بين الشاشتين ولكن موديل الكيو تمنين سي شكله هيكون افضل بشكل بسيط من موديل الكيو تمنين بي. ولكن على مستوى بداخل وخرج الوصالات مش هتلاقي فيها اي اختلاف ما بين الشاشتين. الشاشتين بيكون فيهم اربع مداخل اصدار بيدعموا لعب بالاضافة لاتنين مدخل ومدخل ومدخل التلفزيون والانالوج ومخرج الصوت ودعم اصدار والنسبة للسوفتوير او نظام التشغيل في موديل الكيو تمنين سي بيجي باحدث اصدار من نظام تشغيل اللي هو اصدار افلان تلاتة وعشرين مش اصدار افلان اتنين وعشرين متاع السنة اللي فاتت ولكن يعني على مستوى المميزات مش هيكون فيه فرق كبير قوي مبين الموديلين اما بس الاختلافات مبين الموديلين هتكون في الخاصية بتاعت اللي هي الادابت في اتش دي ار بيكون عبارة عن ان هو بيستخدم السنسور بتاع الاضاءة اللي موجود في الشاشة علشان يزبط لك الاعدات بتاعت الصورة بافضل جودة ممكنة على حسب الظروف بتاعت الاضاءة اللي في المكان عندك. فالخاصية بتاعت دي هتلاقي موجودة في موديل الكيو تمنين سي ولكن مش هتلاقيها موجودة في موديل الكيو تمانين بي. فتقريبا الشاشتين على مستوى الموايزات والفيتشرز هتلاقيهم زي بعض افيش اختلافات ما بينهم ولكن الاختلاف بس بيكون في شكل لانك هتلاقي ان موديل الكيو تمانين سي بيجي بريموت كنترول الجديد السنة دي حجمه اصغر شوية من الريموت كنترول بتاع السنة اللي فاتت وعدد الزرار بتاعه اقل من العدد بتاع الزرار بتاع السنة اللي فاتت. ولكن برضو تقدر تشحينه عن طريق الطاقة الشمسية او عن طريق مدخل اما بالنسبة لجود الصورة فهتلاقي ان موديل الكيو تمانين سي ممكن تبقى جودة صورته افضل بشكل بسيط قوي من موديل الكيو تمانين بي والسبب في كده ان موديل الكيو تمانين سي بيجي بالمعالج الجديد مش الكوانتن بروسيسور فور كي الموجود في الكيو تمانين بي. يعني تقدر تقول ان معالج الصورة في موديل الكيو تمانين سي هو النسخة المحسنة من المعالج الموجود في وبالتالي ده هتلاقي بلي بعض التأثيرات على جوز الصورة زي ان تكبير المحتوى لدقته اقل من هتلاقي اداءها احسن في احسن من كمانين بي كمان الموديل بتاع بيدعم زي ولكن عدد فيها اكتر من موديل كيو تامين بي وبالتالي هتلاقي ان التباين او احسن في موديل كيو تامين سي هتلاقي بشكل عام هتلاقي درجات اللون الاسود افضل ولكن الفرق مش هيكون كبير اوي بين الشاشتين وهي بقى صعب تلاحظه الا لو انت بشغل الشاشتين جنبا بعض. اما على مستوى جود الصوت فالغريب السانادي ان في موديل كيو تامين سي حصل للنظام الصوتي في الشاشة دي عن موديل السنة اللي فاتت الكيو تامين بي. بمعنى ان موديل السنة اللي فاتت الكيو تامين بي كان بيجي بنزام صوتي بقوة ستين وطو بويند تو يعني كان بيكون في سماعتين للصوت العام بالاضافة لاتنين سابوفر مع سماعتين عشان الصوت ولكن موديل السندي بيجي بنزام صوتي بقوة اربعين وات ما بيكونش فيه السماعات فده انا مش فاهمهم عملوا ليه كده السندي فعشان كده يعني الجودة بتاعت الصوت في موديل ممكن تبقى احسن من موديل بالاخص مع المحتوى بتاع الصوت لانك هتلاقي فيه سماعتين في موديل فبيتالي يدو لك جودة صوت احسن من موديل ولكن في الاخر النقطة بتاعت جود الصوت دي ممكن ما تفرقش معك خالص ازا كان انت عندك بالفعل او ازا كنت انت ناوي تشتري ففي الحالة دي النقطة بتاعت جود الصوت دي مش تفرق معك في اي حاجة. اما بالنسبة للعب لو انت بتفكر تستخدم الشاشتين دول في سواء مع او فالشاشتين زي بعض بالزبط زي ما قلت لك هتلاقي ان هم بيدعموا نفس الحاجات فيهم بيدعموا بالاضافة والميني ماب زوم والحاجات دي كل انا كنت شرحتها في فيديوهات قبل كده فعلشان كده مش هشرحها بشكل مفصل في الفيديو ده. ولكن الاهم حاجة على مستوى الجيمينج مختلفة بين الشاشتين ان موديل الكيو تامانين سي بيدعم الجيم بار تري مش الجيم بار تول موجودة في الموديل بتاع السنة اللي فيها بعض المميزات والزيادة زي مسلا خاصية الجيم موشن بلاس اللي خرجوها في الجيم بره بره ما بقيتش محتاج انك تدخل على الاعدادات عشان تزبطها. والخاصية بتاعت الايمينج اللي بتدرع عن طريقناك تنشن على الاهداف اللي موجودة قدامك على الشاشة في الالعاب بتاعت الشوتينج. فالخاصيات دي ما كانتش موجودة في الجيم بار تو بتاع السنة اللي فاتة. فخليني نخص لك الموضوع مرة تانية بسرعة عشان ما تطلق بطش. دلوقتي لو انت محتر ما بين موديل السنة دي الكيو تامانين سي وموديل السنة اللي فاتت الكيو تامانين بي. فخليني اقول لك ان يعني قاقيمة مقابل سعر موديل الكيو تامانين بي بتاع السنة اللي فاتت هيكون افضل لك على اقل في الوقت الحالي لان يعني الموديل بتاع الكيو تامانين سي وقت نشر الفيديو يعتبر لسه الموديل ده نازل السوق. فسعره عشان لسه نازل بيكون غالي شوية وفرق السعر كبير ما بينه وما بين الموديل السنة اللي فاتت. لان انا شايف انك حرام انك تدفع خمس تلاف جنيه زيادة في موديل كيو تامانين سي لانك هتاخد بيوم ايه تلاف جنيه زيادة. هتاخد شكل مختلف. هتاخد عدد اكتر من السنة اللي فاتت او يعني تحسن في جودة صورة بسيط. مش هتلاحظه الا لو انت مشغل الشاشتين جنب بعض على نفس المحتوى. كمان الصوت اقل في موديل عن موديل السنة اللي فاتت فبصراحة شايف ان في الوقت الحالي انك تشتري موديل ده هيكون افضل لقيمة مقابل سعر. او انك تستنى مسلا لشهر مسلا الحداشر في هتلاقي ان موديل سعر ورخص شوية وبقى في سعر الكيو تمانين بي بتاع دلوقتي. ففي الحالة دي اقول لك اشتري الكيو تمانين سي واستمتع بالموائزات الزيادة بالموجودة في او الشكل الاحسن في موديل الكيو تمانين سي. لكن في الوقت الحالي لو انت مستعجل قوي انا شايف ان موديل الكيو تمانين بي هتكون افضل لك ققيمة مقابل سعر. فانا في النهام الفيديو يكون افادك فعلا ودلوقتي تتفرج على الفيديو تاني من الفيديوهات اللي هتظهر قدامك وغيرت في النهاية متنساش اللايك وسبسكرايب وشير وانتقابل في بيديو جديد ان شاء الله. سلام. اشتركوا في القناة